سد مكحول شمال صلاح الدين أسفل رافد الزاب الصغير توقف العمل به في العام 2003 واستؤنف العمل به في العام 2021 وعاد ليتوقف من جديد بعد أن وصلت نسبة الإنجاز في السد إلى 25% وزارة الموارد المائية تعلن إيقاف العمل بالسد والكوادر الفنية تنسحب من المكان بسبب مخاوف خبراء السدود من انهياره ناهيك عن مخاوف تدمير عدد من المواقع الآثارية العمل بالوقت الحاضر توقف نسبة الإنجاز توقف وتم سحب الآليات إلى بغداد وبالوقت الحاضر نسبة الإنجاز تقريبا 25% أما الأسباب حقيقة أجهلها لا أعرف ما الأسباب التي دعت أن الحكومة العراقية توقف العمل بالسد أعتقد أنه طلبوا خبراء دوليين في الوقت الحاضر أنه يدرسون التربة أمر إيقاف العمل رحب به أبناء المنطقة الذين توقفت حياتهم بشكل تام كون مياه السد تغمر مناطقهم ومنازلهم وأراضيهم الزراعية مع تعقد الأوضاع مستقبلا لأكثر من 200 قرية في صلاح الدين وكركوك نحن كيفنا من قراء سد مكحول توقف لأن ليش مضرته أكثر من مفاحته بالنسبة أنه حوالي 200 قرية هذه كلها راح تشيل وين تروح مصدر رزقنا على هذا الشط نشغل ما طوراتنا عنده نبعية والعنده شو يعيش على الفلاحة على المغطة على المحاصيل الزراعية إحنا إذا صار سد وين نروح غير يسوينا مشاريع أو يسوينا حمل أو يسوينا مأوى مصدر رزق الأهالي تلقوا بارتياح تام لأنه تدري الرحيل وعدما يكون الرحيل مو بإرادة الشخص رح يلو تأثير نفسي تأثير اجتماعي ترك تراث ثلاث مليار متر مكعب قدرة السد الخزنية مع قرابة العشرين ألف فرصة عمل وإنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو مئتين وخمسين ميجاوات نهيك عن درء الفيضانات والأغراض السياحية كل تلك الموارد الاقتصادية مرتبطة بقرار خبراء السدود من الاستمرار بالسد أو إلغاء المشروع من صلاح الدين براكنعان قناة الفلوجة